تبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي هذا الأسبوع خفضا جديدا في إنتاجها وذلك بهدف رفع الأسعار المتراجعة على خلفية الحربة التجارية بين الولايات المتحدة والصين وزير الطاقة الإمراتي قال في مؤتمر صحفي أن الدول المنتجة للنفط ستقوم بكل ما هو ضروري لتحقيق التوازن مشيرا إلى أن خفض الانتاج بشكل أكبر مما هو عليه حاليا ليس قرارا يمكن أن تتخذه بسهولة وتواجه منظمة الدول المصدرة للنفط بقيادة السعودية والدول المنتجة خارجها على رأسها روسيا تحديا رئيسا يتمثل في تحقيق توازن من سوق النفط حيث تواصل الأسعار تراجعها رغم خفض الانتاج والعقوبات الأمريكية على قطاع النفط في إيران وفنزويلا وكانت هذه الدول اتفقت في بداية عام 2019 على خفض الانتاج بمعدل مليون ومئتي ألف برميل يوميا